من أصلك انتهى؟ قال له علاج قال له يقول له من أصلك قال له بطحج ومي جامعي قال له مع ذاكي يا راس الحمارة الوطنية قال له مغدي شقر أخول دي المراقبة الوطنية لأنه لا تدخل دي الدولة أكبر فهذا من البلاد قسمه بالله لأنه لهم عام وصمور دك الشي كورها المغرب هو العراق و سوريا اللي كيتحمل الانتشار هاد الفكر دي الغلو والتطرف و دي الأفكار القتالية و الأفكار يعني ما اسموها الجهادية في سبيل الله هم مشايخ الأربعة و كانوا حتى من شوقات دي التعديل كانوا عندنا كيفاش أننا مصبروا للتعديل موسيقى 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 الخ LIVE موسيقى 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 ذل المسائل اللي تخليك انك تحفظ باش كرتبشي لذاك المكان باش انك تقاتل باش انك بزر دير المسائل بديلات الماكينة من بعد اما مي شنو لي ما خلانك سمشي؟ العائق اللي ما خلانك سمشي هو الاعتقال تعتاقلت لو كل ما تعتاقلتش اولا كل ما كانش الاعتقال كانت قدلتك لكن بعد قياده اللي كانوا معنا رأي neighbour انت الاعطاء ان اخدموه في بلادنا انتالك ان ندروا بلادنا انت ان ندروا خريج البلاد انت لأله الله انت حاذا Transit اقبتك اني لا انت في شكل جنيه او Conseزلhr 누구 problem 2000 انت لكن LIVE تستشعر لا يمكن أن يكون هناك وهذا أخطر شيء هو أن الإنسان تحرير البلاد دياله لا يمكن أن تفكر أن الإنسان يمكن أن تفكر أفغان الإنسان يمكن أن تفكر أن تفكر بلادك وأن تفكر هذا لو لا تدخل ديال مراقبة تشرب الوطني لو لا تدخل ديال الدولة الأكبر فهذا المير في البلاد تقسموا بالله فهذا المغرب هو العراق وسوريا كرة المغرب كرة الشعر لا يمكن أن يكون هناك في سوريا وتعدو والدبيحة وتفرشيخ وتعاد الحقراء لكن كالاعتقال لا ديالي لوقات الأحداث ديال بل انفجارات ديال الدولة لا تفكر من موجهة نظرك شكو لي كيتحمل انتشار هذ الفكر هذا؟ اللي كيتحمل انتشار هذ الفكر ديال الغلو والتطرف وديالأفكار القتالية والأفكار ما اسموها الجهادية في سبيل الله هم مشايخ الأربعة وكان هم مشايخ مغوا بحينش كان منهم الميلولي زكريا كانت الشاندلي انت كانت هم تفرط طبعتي شوية ولكن الأربعة الشيخ اللي كانوا يجبون مدينة فاس ومغوا اللي نوضع هذا الهيجان لهذا الفكر في الواقع فبدأنا نطبع تحل من فاس ومن فاس بدأت تنقل ومن فاس بدأت تتصوبوا القادات ومن فاس للشماعات ومن فاس اللي بانت فيد السلافية الجهادية يعني قدامي الراوات احنا فقد كانت الاعتقالات في مدينة فاس اول الاعتقالات راه هنا فاس خلينا الاعتقالات دير يوسف فيكري وخلينا دير الفين وجورج اللي دبحودها ومتي خليها تشيار قبل الاحداث قبل الاحداث اه أنا بازت تديس قبل الاحداث 16 قادة كان عندهم تنسيق معا مع المقايدة شو نقولك تنسيق باش غادي نقولك أنا نعطي عليهم الإشارة غادي نصابك الداب لماذا؟ انها قادة عدمك يعطيك شكل شي كين عندهم ارسلات ديارهم تيخليوها تيعطيك متاغي باش تتحركها باش تجيبها باش تفعلها باش تتركها لا غير او كتجيك الفتوى يعني في حدود مسؤولية ديارك اه مثلا يجيبك الفتوى ديار المشاريخ او فتوى ديار ابو قتالة او ديار المقديسي او همتي؟ كتشد منتاك الفتوى وكانوا حتى منشورات دير التعديل كانوا عندنا كيفاش اننا مصبروا على التعديل كنقرام داك المنشورات كيجيبوننا تنطلعهم كيفاش المخابرات المغربية كتعددك وكيفاش وكيفاش فاش اننا ما ندرب لتاشي حاجة فبقينا في هذا الباب هذا غادي يعني دعوة المعروف نعم وكر العتيقاء التعتقدس من بعد ان عشر اشهر بدوني خمسيه وانا بالعدب بدوني المحكمة للجنايات ما قبلتنيش قاعد التحقيق قال ليهم ما قاعدوا بالتاشي حاجة ما ينكلينا ما نسمي فيه راديو بدوني قالوا اعطينا التمديد كانوا ينكلينا بدوني بدوني ديكور بدوني 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 اعتقل لي مين اصلك انت قالوا قلوا قالوا قالوا باحجوين ومي جامعي قالوا ما اضعك يا راديو اعطينا مبديش راكا ما اضعك يا راديو خمار قلوا جاء الامر عيائو حكومات الدولية البتدائية حكمت عليها بثمان شهور حكومت عليها بثمان شهور دخل كالستيج تنقى المعتقلين ليش تدو قبل مني شابرون تهوما كانوا كي نحن محكومين على المعروف نحن المنكر منهم في الحقيقة اللي تنعرف كانوا معي برة تعتقلوا قبل مني تهوما ومنهم اللي غي جاين وما دير يبتشي حاجة كانوا معجابين بنا ذلك الساعات وكانوا تخرجوا معنا الحمالات أو اللي كانوا يخرجوا معنا مثلا باش يتقوهوا بنا وانتحوهم المجرمين اللي كنا قلنا ذلك الساعات غريسي اللي نحسبوهم حي ذلك الساعات المجرمين هادو كتاهمات تعتقلوا وكلت تحكم بسانة سانة هون السانات عيانة لكن المفاجأة هذه هي الأحداث دير الدار البيضاء للإرهابية اللي قاعد من طبعك حاجة الوطنار قلت في شامبر 3 في حيل جديد في عين قدوس فتكون تمام طبعك كانت عليها مراقبة فوسك البيتس انو كتا عارفهم تماما كانوا ديراسي ما عارفهم وما مهم معي تماما واحد من الناس دير اللي كانوا حاضيني وقت شوية مباشرة وقت شوية مباشرة قال لي مجي هدي مجي هدي قلت له شنو قل لي اجي واحد دقيقة تخلي لي قلت قل لي يا واحدة عمرني شتعندو التليفون والتليفون دكسي على سعيد باش يتخلي خلي قادوس دكسات كانت عالفين ووجوه دعا في واحد وقت تليفون قليل ممتين تسعلم لي يا أنا وقعتش دربة فا فين في جارت كذا دربة قل لي بالصح قل لي اه وقل لي قل لي دائما غايدوزوا بالأخبار دابا وتأكد له والله والله أكبر والله أكبر وصعف الناس رجال ديبناه فقط جئوا فيها الشامباء كلهم أحساس قل لي انت دائما اتضلوا الاخبار تقدمناها الأخبار حي يتلناك المستسلة دابا غايدوزوا شي خبر عاجل ألا تسيلك ما جاملت تطبك خبر عاجل والش بحليها لدي معنى صيح ل 우و قليل جي دار بيها قد احنام كفزار راسيي بفهمي كفزار المحافي ما لم يكن في السنة فيما تفكير القرية على القائل غلبي فيما وقبط لها من الجسد اشتركوا في القناة